السلام عليكم أهلا بكم أهلا بحضراتكم النهاردة عايزين نركز مع بعض قوي ليه؟ لأن عندنا موضوعات كتير عايزين نتكلم فيها والوقت زي ما أنتم عارفين محدود شويتين لما بعد مع نفسي أتأمل المشهد في مصر وفكر بيجي في دماغي سؤال محير شوية ولا شويتين بصراحة بفكر هو السيسي حسبها ازاي؟ يعني من ساعة ما فكر يعمل انقلاب لغاية النهاردة ومرورا بكل الأحداث والتفاصيل اللي حصلت في مصر بفكر هو السيسي كان بيفكر ازاي؟ حسبها ازاي؟ واللي حوالين منه كأشخاص تحت إيدهم مؤسسات كبيرة ونفذة ومهمة في البلد دي مثلا عباس كامل والمجلس العسكري ووزير الداخلية والمسؤول عن الأمن الوطني وغيرهم لما بيتعاملوا مع قضية في مصر أو حدث ما بيتعاملوا بأي طريقة وأي منطق وأي سيناريو أو بيجيبوا أفكارهم من أي كتالوج ولا مين اللي بيشور عليهم السؤال ده بيشغلني جدا ليه؟ لأن اللي بيتابع المشهد في مصر حيلاقي ان فيه تشابه كبير ما بين نظام عبدالفتاح السيسي ونظام جمال عبدالناصر فيه حاجات بتتعمل تقريبا بالحزفير زي ما هي يعني أيام عبدالناصر ما كانش فيه إعلام غير إذاعة وقناة وجرائد كلهم تحت سيطرة النظام فلما يحصل حاجة بتبقى الوسيلة دي هي المصدر الوحيد للمعلومة الإذاعة والقناة والجريدة اللي هم تحت إيد النظام اللي هي وزارة الإرشاد وقتها كان اسمها كده وطالما النظام متحكم فيها فكان بيبقى طبيعي ان كل معلومة بتتقال هي المعلومة اللي عايزها نظام جمال عبدالناصر وده ما بيتسماش تعتيم إعلامي لأن ما كانش فيه إعلام أصلا دي كانت نقطة بتميز نظام عبدالناصر عن نظام عبدالفتاح السيسي ليه؟ لأنه ضامن الشعب في جيبه عشان كده وصلنا للنكسة وهما بيقولوا للناس ان احنا منتصرين في حرب خسرناها من قبل ما تبدأ ليه؟ لأنه ضامن أن الشعب مش هيسمع ولا هيشوف إلا اللي الزعيم عايزه لما بعد قارن باللي حاصل مع السيسي بكتشف أن السيسي حسبها غلط هتقولي طب حسبها غلط ليه؟ هقولك لأن السيسي مستحيل يبقى زي عبدالناصر مستحيل يقدر يتحكم في الإعلام زي ما كان عبدالناصر بيعمل احنا في عصر السماوات المفتوحة اللي عنده تليفون بيعرف يوصل لكل حاجة المعلومة بقت ملك للناس كلها وده بيأكدوا لوم عبدالفتاح السيسي نفسه للإعلام دايما يلوم الإعلام ودايما بيتمنى يعني يعني يعد يقول يا سلام أنا لو كان معايا إعلام زي إعلام عبدالناصر قال كده سمعتوه قال بوضوح أن عبدالناصر رئيس جمال عبدالناصر كان محظوظ بالإعلام اللي كان عنده في الوقت ده مع أن الإعلام اللي كان عند عبدالناصر في الوقت ده وصلنا لنكسة وخبة قيلة وخسارة وهزيمة بس هو كان نفسه في إعلام زي بتاع عبدالناصر ما يقولش غير اللي الزعيم عايزه حتى لو حيودينا في دهيا بعد كده عشان كده أنا بأكد لكم وبقول لكم عبدالفتاح السيسي حاسبها غلط من البداية وبرضو النهاية يا سيس انت حاسبها غلط ظن إنه حيقدر يتحكم ويخوف الكل ظن إنه حيقدر يرعب البلد واللي فيها وظن إنه يعني محدش حيقدر ينطق غير باللي السيسي عايزه بس الأحداث اللي وراء بعضها كل يوم بتأكد إنه الأمور ما مشيتش زي ما عبدالفتاح السيسي كان مفكر زي حالتنا كده بيبدأ يشكك فينا ويقولك إن إحنا وحشين ومتأمرين وبنقبض وشغالين مع المخابرات الهق والمئ والكلام ده كله ليه عشان ما تسمع لناش ليه عشان إحنا خارج السيطرة ليه عشان إحنا ما بيجلناش لسكريبت بتاع السامسونج بتاع باس كامل علشان كده لازم أنت يا مواطن يا مصري ما تسقش فينا أبدا ده هوى عبدالفتاح السيسي بيتصدم دايما لما يلاقي المواطن المصري عنده مصدقية بيأخذ مصدق أو بيدي مصدقية للإعلام مكملين وأخواتها بيتصدم لما يلاقي المصريين بيسمعونا ويسقوا فينا ويحبونا بيتصدم لما يلاقينا أكتر مشاهدة في مصر والناس الناس بتتبعنا مش بس من جوه وبرى مصر الناس بتتبعنا حتى من مكاتب في رياسة الجمهورية ووزارة الداخلية والوزارات المختلفة ده اللي بيضايقه علشان كده عبدالفتاح السيسي بيحسبها غلط اشتركوا في القناة